وصلت توزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 410 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 44 طن من المواد الغذائية وتمكنت توزارة الداخلية من ضبط 17.5 طن في مجال السلع على السلع المدومة كما تم ضبط أكثر من 26 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وتم ضبط 605 قضايا من بينها 159 قضية خبز ناقص للوزن و147 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال قضايا المخابز فضلا كذلك عن ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 71 طن من الأقمح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية ترجمة نانسي قنقر